مجلس الوزراء اليوم صوت على إلغاء قرار لمجلس الوزراء السابق والذي يتعلق بتخصيص 70 مليار دينار إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء اللي هو موجود أصلاً ضمن قانون الأمن الغذائي بعنوان دعم الأجهزة الأمنية تم إلغاء هذا التخصيص وحولنا إلى وزارة الداخلية اللي بدورها راح تصرفه أنه من خلال أعمال الجهد الهندسي والخدمي وأيضاً اللي شراء الرحلات المدرسية صوت مجلس الوزراء في قرار على توصية هيئة المنافذ الحدودية بشأن فتح منفذ كاركوك الدولي رسمياً واستحداث مديرية منفذ مطار كاركوك الدولي بحسب ما جاء في كتاب هيئة المنافذ الحدودية المطار افتتح والآن يستقبل طائرات مستوى نقل الركاب والمسافرين وأيضاً شحن ونقل البضاء وهذا إجراء رسمي مكمل في المنهاج الوزاري ثبتنا تأسيس صندوق للتنمية صندوق العراق للتنمية هذا الصندوق تمويله من خلال استقطاع جزء من الإرادات النفطية بالنسبة أو برقم يتفق عليه من هذا الصندوق تتفرع صناديق تخصصية مشاريع هذا الصندوق تنفذ حصراً من قبل القطاع الخاص هذا يحدث نظام إدارة الدولة أنه القطاع الخاص هو اللي ينفذ هذه المشاريع وفق رؤية الدولة رؤية الحكومة بالمواصفات اللي نضحها لهذا المشروع ترجمة نانسي قنقر